لم تكن التغريدة التي نشرها المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط جيسون جرين بلات على حسابه الشخصي في تويتر هي الموقف الوحيد الذي تتبنه واشنطن لإظهار دعمها الواضح والصريح للكيان الصهيوني بل طالما دأبت على إثبات ذلك كلما أتيحت لها الفرصة التغريدة تضمنت صورة لخريطة محدثة اعتمدتها سلطات بلاده رسميا تظهر ضم الجولان السوري المحتل إلى الكيان الصهيوني وغرد جرين بلات فيها قائلا مرحبا بالخريطة الجديدة في نظام الخرائط الدولية الخاص بنا بعد إعلان الاعتراف بسيادة ما سماها إسرائيل على مرتفعات الجولان وقد لا يبدو غريبا على شخص مثل جرين بلات نشر مثل هذه التغريدات المتطرفة الداعمة للصهاينة وهو من أصول يهودية والمعروف دائما بمواقفه العدائية لكل ما هو عربي وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولم يخفي في أكثر من مناسبة تأييده المطلق لقرارات رئيسه دونالد ترامب المتطرفة سواء عند اعترافه بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي في الرابع عشر من آيار عام 2017 ومن ثم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل في الخامس والعشرين من آذار الماضي هي مواقف تظهر حقيقة الأمر المؤلمة المفروضة على الأرض وهي أن الصهاينة اليوم لديهم تفويض أمريكي علني بضم ما يشاءون من الأراضي العربية إلى دولتهم المزعومة تفويض لم يأتي من فراغ إنما يستند إلى مواقف دولية وعربية داعمة منها واضح وضوح الشمس والأخرى مستترة اشتركوا في القناة